اشتركوا في القناة ترقبوا لانطلاق دورة برلمانية فوق العادة لنقاش عدد من مشاريع القوانين من بينها تعديلات الدستورية الاخيرة غامبية تخلد الذكرى الثانية والخمسين لعيد استقلالها وتنصب بارو رئيسا لها بحضور عدد من الرؤساء الافارقة جمعية أسعة تسعة تنظم يوما لتبرع بالدم في نواك شوط تزامنا مع ذكر اليوم العالمي لسرطان طفل اهلا بكم الى تفاصيل النشرة دعت الرئاسة الموريتانية في مرسوم صادر عنها البرلمان لدورة فوق العادة يوم الاربعاء الثاني والعشرين من شهر فبراير الجاري وحسب المرسوم الرئاسي الصادر فان دورة المرتقبة ستناقش تسعة مشاريع قوانين من بينها مشروع قانون دستورية تضمن مراجعة الدستور والنصوص المعدلة له التفاصيل في السياق التقرير التالي الرئاسة الموريتانية تعلن بموجب مرسوم صادر عنها استدعاء البرلمان لجلسة فوق العادة تنطلق أشغالها في ثاني والعشرين من الشهر الجاري ويأتي الاستدعاء بنص المادة الثالثة والخمسي من الدستور الموريتانية التي تقول إن للبرلمان الحق في عقد دورة فوق العادة إذا طلب رئيس الجمهورية ذلك أو طلبته أغلبية الجمعية الوطنية حول شدول أعمال محدد ويتضمن شدول أعمال الدورة التي أعلنها المرسوم الرئاسي دراسة ومتابعة دراسة تسعة مشاريع قوانين من بينها مشروع قانون دستورية تضمن مراجعة دستور 20 يونيو 1991 والنصوص المعدلة له كما تناقش الدورة مشروع قانون يسمح بالمصادقة على انضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية للبروتوكول الملحق بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي المتعلق بالبرلمان الإفريقي المعتمد من قبل الدورة الثالثة والعشرين المنعقدة بملابو إضافة إلى مشاريع قوانين تتعلق بالصحة الإنجابية واتفاقية القرض المواقعة بين موريتانيا والصندوق الإفريقي للتنمية ومشروع قانون يسمح بالمصادقة على انضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية للميثاق العربي لحقوق الإنسان المصادقة عليه على مستوى قمة رؤساء الدول بتاريخ 2004 وكان حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي والتحالف الشعبي التقدمي قد أعلن في بيانين سابقين رفضهما لأي تعديلات دستورية عن طريق البرلمان وأكد الحزبان تمسكهما في الوقت ذاته بالاستفتاء الشعبي الذي قررته عريضة مخرجات باسمية بالحوار الوطني الشامل وقد أعلن حزب التكتل وإناد في بيان مشترك نهاية الشهر الماضي رفضهما لأي تعديلات دستورية عن طريق برلمان فاقد للشرعية بغرفتيه على حد وصفهما متهمين النظام بالعبث بالدستور ويرى المنتدى الوطني الديمقراطية الوحدة أن التعديل الدستوري ليس أولويات للبلد في الوقت الراهن واصفا الحوار الوطني الأخير بالأحادية والمفصلة على مقاس النظام خلد التعام بذكر استقلالها الثانية والخمسين في العاصمة بنجول بحضور تسعة رواسين من القارة الافريقية من ضمنهم الرئيسان البريطاني محمد العبدالعزيز وسنقالي ماكيسال وخلال التخليد أدى الرئيس الغنبي أدى مبارول يمين رئيسا جديدا للبلاد بعد شهر من تنصيبه بمبنى السفارة الغنبية بداكار حيث كان جاميا يرفض التنحية عن السلطة وعدم الاعتراف بنتاج الانتخابات الرئاسية أتابع التفاصيل في السياق التقرير التالي غامبيا تخلد ذكر استقلالها الثانية والخمسين من دون يحيى جامي بعد أن اعتادت تخليد مذل هذه المناسبات تحت حكمه على مدى 22 سنة ويأتي التخليد هذا العام بعد حوالي شهرين من تنصيب مرشح المعارضة الفائز في الانتخابات الرئاسية أدام بارو بمبنى السفارة الغنبية بداكار رئيسا جديدا للبلاد وبعد أسابع من تنحي جامي عن السلطة ولجوءه إلى غينية الاستوائية تسعة رؤساء أفارقة حضروا تخليد غامبيا لذكر استقلالها وإعادة تنصيب بارو من جديد من ضمنهم الرئيسان الموريتاني محمد والعبد العزيز الذي قاد وساطة رفقة الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ألفا كوندي قبل بموجبها جامي التنحي عن السلطة بشروط والسنغالي ماكي صال الذي كانت بلاده تقود التدخل العسكرية في غامبيا ومنحت جامي فرصة أخيرة أنهى بموجبها الحوار شبح التدخل العسكرية بارو الذي تحت في غامبيا بذكر استقلالها اليوم تحت حكمه يتوجس خيفة من وضع أمني وسياسي يرى أنه لم يستتب بعده فقد تعرض قبل أيام لمحاولة اغتيال عن طريق عسكري محسوب على نظام يحيى جامه أياما قبل تمديده فترة بقاء قوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بالبلاد سعيا إلى بسط المزيد من الأمن والاستقرار فيها اختار الرجل حكومة جديدة أغلبها ممثلون عن الأحزاب السياسية الداعمة له وفيها آخرون منهم من عمل مع النظامين الذين تعاقب على الحكم في البلاد وغير اسم وكالة الاستخبارات الوطنية وأصدر قرارا بأن اعتقال واستجواب الغامبيين على أرض غامبيا ليس من اختصاصها كما ألغى قرار خروج البلاد من محكمة الجنايات الدولية يتلمس الرجل بحذر كبير الطريق نحو بقاء آمن في السلطة لسنوات يعلنها ذلاذا تارة وتارة يقول إن تحديدها بيد الغامبيين ويعبر عن السعي إلى أن تكون غامبيا في عهده مختلفة عن غامبيا في العهدين السابقين وهو ما يتوق إليه الغامبيون بشغف كبير يعتبر أدم باروث ثالث رئيس لجمهورية غامبيا منذ استقلالها عام 65-900 والف بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد فاتح شهر ديجمبر الماضي حين نفس الرئيس السابق يحيى جامل الباحثي حينها عن مأمورية رئاسية خامسة نتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نظمت جمعية أسعد تسعد يوما لتبرع بالدم في نواكشوت بمناسبة ذكر اليوم العالمي لسرطان الطفل وتقول الشمعية إنها تسعى من خلال هذا اليوم إلى مساعدة المصابين بداي سرطان في موريتانيا من خلال توفر الدم لهم دعية للتضامن والوقوف معهم في المحنة التي يعانون منها هذا النشاط يوم تنظمه جمعية أسعد تسعد هو هاي نشاط من نوعه وتنظمه بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الطفل وعلى هامش اليوم العالمي لسرطان الطفل نظرا لحاجة مرضى سرطان لتبرع بالدم ونظرا لأنهم يحتاجوا الدم بشكل مستمر وبشكل متكرر بما معدل كل شخصين في اليوم واحد يعياء وبلغ يعدوا هاتش خاص في اليوم واحد وسعى تسعد إيمانا منها بأهمية دعم مرضى سرطان تنظم نشاط سنوي للتبرع بالدم نظم مكتب سفراء موريتانيا للصحة الإنجابية حملة تحسيس بنواكشوت حول موضوع الصحة الإنجابية تضمنت نقاشا حول المخاطر والتحديات وعبر اللامكتب عن سعيه لتنظيم يوم تحسيسي حول مخاطر مواد منع الحمل يجري على هامشه فحوصا مجانية بنواكشوت الكشف عند استداء هذا نشاط منظم من طرف سفراء موريتانيا للصحة الإنجابية بالتعاون مع شركاءهم بالتنمية حول الصحة الإنجابية واليوم الأول هو هذا اليوم اللي إن شاء الله لا يتؤد فيه ورشة تكوينية لصالح منظمات المجتمع المدني في الدار البيضاء واللي يشمل أذمن منظمات لا يؤد إن شاء الله معنا في الميدان واليوم الثاني هو اليوم لا يؤد فيه يوم الفحص عن المراض المنتقلة عن طريق الجنس ولا إن شاء الله يؤد منه في نفس الحي الحي الدار البيضاء إن شاء الله لا ينتواصلوا في ذلك الشيطاء اللي ينظمها صفراء موريتاني للصحة الإنجابية بحثت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك والمحافظة على البيئة خلال ملتقى نقاش نظمته في العاصمة نواكشوت موضوع آليات التنسيق بين شمعيات حماية المستهلك بنواكشوت لتخليد ذكرى اليوم العالمي لحماية المستهلك وشارك في الملتقى الأسبوعية التوعوية الذي تنظمه الجمعية ممثلون عن عدد من الجمعيات الناشطة في مجال حماية المستهلك بنواكشوت نقاشتنا الرابعة واليوم مخصصة للتشاور مع منظمات حماية المستهلك في العاصمة بنواكشوت ونجدد ترحيبنا بأعضاء منظمات الدماء المستهلك الذين يتحقوا بناه ونؤكد على أن محور اللقاء اليوم هو أولا التعارف وتبادل الخبرات والتجارب وكذلك موضوع التنسيق فيما يتعلق باليوم العالمي لحماية المستهلك للمنظمات الدفاع المستهلك أن تنسق جهودها وتخاطب الوزارة الوصية برسالة وقع من جميع المنظمات الدفاع المستهلك من أجل رعاية نشاط مشترك للمنظمات مناسلنا من العالم الحماية المستهلك التي مات لبعيد حتى منها احتفى المركز الثقافي المصري في موريتانيا بمرور 53 عاما على تأسيسه وتضمن الاحتفاء معرضا بالمتحف الوطني يعرض بعض الصور التي توارخ لبداية المركز ونشاطاته في نواكشوط ويرتقب أن يأخذ الاحتفاء أشكال أخرى من بينها تنظيم محاضرات ونقاشات ثقافية وفنية يشارك فيها كتاب وبعثون وفنانون أسبوع ثقافي تدخلوا أولا معرض للفن التشكيلي من خلال رسومات الفنانات وفنانين التشكيليات تابعين للمدرسة للمدرسة التي نديرها أنا داخل مركز ثقافي المصري في موريتانيا إلى جانب معرض للاركيولوجي من متحف أطار إلى جانب معرضات من أرشيف المركز الثقافي المصري في موريتانيا لا تشوفوا هنا تيها مجموعة من اللوحات ومجموعة من الرسمات الفنانات تشكيليات صاعدات وموهوبات ما يسمى الفن التشكيلي هذه المعرض إن شاء الله لا يستمر أذر التأيام تتخلوا إن شاء الله ندوات ومحاضرات وحفل قناء تعاقبت على حقيبة وصرة الرياضة في موريتانيا خمس وزيرات متتاليات ويعتبر الوزير الجديد القادم من ديوان الوزير الأول رجل يتولى الحقيبة بعد أن أوشكت على أن تكون حكرا على النساء وقد أكد الوزير الجديد في تصريحة له عن سعيه إلى النهوض بالرياضة في موريتانيا وتجاوز التحديات التي تعيق تطورها نتابع وزارة الشباب والرياضة الموريتانية لها حكاية طويلة مع النسوء حيث تعتبر أكثر وزارة موريتانية تعاقبا لتاءات التأنيث خمس وزيرات تعاقب عليها يرى الشارع الرياضي الموريتاني أن لا علاقة تربطهن بالرياضة بشكل عام وأنهن أيضا مجرد شعار يختفي خلف جلباب معالي الوزير قذفت به ضروب السياسة خلصة إلى هرم هذه الوزارة مما ترك وزارة الشباب والرياضة هي الحلقة الأضعف وفي غالب الأحيان يبقى الشباب المعني والرياضاته في ضفة والوزارة في ضفة أخرى هكذا بدى الواقع وهكذا يرى الشارع الرياضي الموريتاني منذ قرابة شهر انتهى عصر النسوة في الوزارة وقررت الحكومة أخيرا تعين وزير شاب جديد على هذه الوزارة في محاولة منها لكسب بعض ود الشباب الموريتاني المتذمر والمستاء كثيرا من ضعف الوزارة المعنية بشؤونه طيلة السنوات الماضية وأيضا لجما منها لتطلعاته حيث بات الجميع يريد نهضة حقيقية بكل الرياضات الوطنية بعيدا عن التنظير وحان الوقت لدور فعال تقوم به الوزارة المعنية والوصية في نفس الوقت الوزير الجديد محمد الجبريل في أول خرجة له قرر زيارة الاتحادية الموريتانية لكرة القدم والوقوف على وضعيتها عن قرب وخرج من الزيارة شاكرا وبانطباع جيد لما تجسد على أرض الواقع حسب تصريحه وكان حريصا في جل محطاته على متابعة كل صغيرة وكبيرة بل تجاوز به الأمر إلى محاورة المدربين وحين انتهت زيارته قال في تصريح له سنعمل على إنشاء مشاءات رياضية وتطوير مهارات الجيل القاعد وخلق جو ملائم لنهضة كروية شاملة الوزير الجديد على خلفية أنه متابع لواقع كرة القدم الموريتانية حسب من يعرفونه عن قرب وخلافا لباقي الوزيرات السابقات يرى كثيرون أنه يعرف جيدا أن التحدي أمامه كبير بطولة دوري ضعيفة وأنذية بلا دعم وملاعب متهالكة وغياب شبه تام للمشاءات الرياضية وغياب أيضا لأي وسيلة إعلامية خاصة بالرياضة سواء محطة إذاعية أو قناة تلفزيونية والتي باتت مطلبا للجميع فهل بالإمكان القول إن وزيرا شابا جديدا جاء موقظا ومبشرا وفي شهر تشرين نهاية نشرة أخبار السادسة من قناة المرابط وقد تابعتم فيها تراقب لإنطلاق دورة برلمانية فوق العادة لنقاش عدد من مشاريع القوانين من بينها التعديلات الدستورية الأخيرة غامبيا تخلد ذكرى الثانية والخمسين لعيد استقلالها وتنصب بارو رئيسا لها بحضور عدد من الرؤساء الأفارقة جمعية أسعة تسعة تنظم يوما لتبرع بالدم في نواقشو تزامنا مع ذكرى اليوم العالمي لسرطان طفل يمكنكم مشاهدنا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من اشتراتي وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك وغيرها على الشاشة السادسة نشرة إخبارية مفصلة بحول الله دمتم في رعاة الله وحبوه اشتركوا في القناة